من فيديوهات السلسلة بتاعة الجورنال كلاب او الفيديوهات اللي بتتكلم عن البحث العلمي والستادي ديزاين النهاردة معادنا مع قصة قصة انا نقلها لكم من كتاب كتاب اسمه The Emperor of All Maladies والحصن الحظ الكتاب له لينك على الانترنت فحطوه لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو القصة دي قصة محورية في تاريخ البحث العلمي وهتفهمنا شوية شوية حاجة كتير بصراحة عن الريسيرش ديزاين وازاي الناس بتعمل ابحاث وانواع الابحاث اللي بتتعمل القصة بدأت احداثها سنة 1947 لما الحكومة البريطانية لحظت ان فيه زي وباء وزيادة في اعداد الناس اللي جالهم lung cancer فهما لقوا اعداد الناس اللي بيجالها lung cancer زادت 15 ضعف عن العقدين اللي فاتوا من الاربعينات في القرن اللي فات فاعداد الناس اللي جالها cancer زادت جدا وهما كانوا بيسألوا بعض ايه المشكلة فهما عملوا conference وقالوا احنا عايزين نعرف ايه الاسباب بتاعة زيادة lung cancer المهم الناس قعدت في conference وconference زي ما الراجل بيوصف في الكتاب ده كان conference comedy بس في واحد من الخبرة قال الناس اللي جالها lung cancer اكتر في المدن عن القرى اه واحنا عارفين الناس بتشرب سجاير في المدن اكتر من القرى بس هما ما فكروش في الموضوع ده بالطريقة دي اه هما قالوا ان في الغالب اه الدخان او التلوث اللي في الجو هو السبب بتاع اه زيادة lung cancer يعني هما هما بيخمنوا هما مش عارفين اه زي ما احنا دلوقتي في الوقت الحالي لما اه الفيديو ده متسجل في الوقت اللي في الفيروس بتاع الكورونا فاحنا بنعد نفكر احنا ليه البلدي عندها اكتر ليه البلدي ما عندهاش اكتر فاحنا بنخمن يعني مش بنعمل حاجة علمية يعني احنا بنخمن هو لما خمن خمن قال ان الجو في الغالب اه في ناس تانية من الخبرة قالت في الغالب الانفلونزا بتيجي اكتر في في المدن طب الضباب اه طيب مفيش اه ضق شمس كفاية طب في اكس راي طب الطرق المتسافلتة طيب المش عارف ايه طب قالوا شوية حاجات كتير اه بس هما في الغالب قالوا كل الحاجات اللي الناس بتشمها الا السجائر يعني هما قاعدوا يفكروا في اسباب كتير قوي بس ما شكوش في ان السجائر تكون سبب من الاسباب دي وكلام ده حصل سنة 1947 في المؤتمر ده اه في الوقت نفسه كان في ناس اه في امريكا اه بيفكروا وبيتخيلوا ان ممكن يكون في اه اه علاقة ما بين السجائر وسرطان الرئة اه الناس دي في الغالب ما كانتش الناس السينيرز او الناس الكبيرة او البروفيسورات والحاجات دي في الغالب كانت الناس صغيرة اللي لسه متعرضة للمجال جديد اه فكانوا انت احنا عارفين دائما ان ما حد يجي من برا المجال يدخل على المجال بيبقى له رؤية مختلفة فالناس جديد هيت شايفه ان في الغالب فيه علاقة ما بين الاتنين مكان فيه واحدا اسمه اه وايندر اه شاف حاله مش هنسها ابدا عندها اه 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 فورسويرولد اه 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 اают اثنين واربعين سنة ومات من برونكوجين الكارثانوما اه اللي هو بتاع السلطان الرئة ينصل BACKGRE cooperative Pulled Video Overbed subject for the وكان بيفكر يعمل حاجة. المهم هو ويندر ده تلمع لحد اسمه جرام وعملوا ترايل فكروا في طريقة ازاي يربطوا ما بين اللونج كنسر والسموكينج يعني ايه يعني ازاي نسبة ان فيه علاقة ما بين الاتنين. فروا عاملين ايه جابوا لونج كنسر بايشنس وكنترولز وناس ما عندهاش لونج كنسر. قالوا وحنا نجيب ناس عندها سرطان الرئة وناس ما عندهاش ماشي وبعا كده سألوهم عال الهيستري بتاع السموكينج انتو بتدخنو ولا ما بتدخنوش و بتدخنو وقديهم مش عافق ايه. دول مين ده ويندر و جرام. ويندر و جرام في امريكا. اعملوا الحكاية دي. the ratio of smokers to know smoker within the two groups was measured to estimate whether a smoker were over representative in the lung cancer patients compared to the other patients. يعني هما قاسوا عدد المدخنين في كل مجموعة. الناس اللي عندهم كانسر و الناس اللي عندهم مش كانسر. عشان يقارنوا الناس اللي عندهم كانسر عنده بيدخنو ولا لا فيهم كم واحد مدخن والناس اللي عندهم مش فيهم كم واحد مدخن. ولو المجموعة اللي عندها كانسر اللي بيدخنوا فيها اكتر يبدأ دام ممكن يثبت لحد ما ان ده السبب. والراجل بيقول ان ده كانت لأول مرة تحصل تجربة بالطريقة دي ان هما يجربوا على البناء دمين بالطريقة دي. والستودي ديزاين ده هو اللي بنسميه case control study. نجيب ناس عندها الحاجة ونقرنها بناس ما عندهاش الحاجة ونسألهم على الطريق المرضي بتاعهم ونتِ كنتو بتعملو ايه زمان. انا شي. اه ولما وينده راح اقدم النتاج بتاعته. ااا في مُؤتمر ااا عن اللنغ اعو بيولوجي في مينفس. اااا ما ما محدش سواله ولا سؤال يعني الناس مكروش مهتمين خالص بالا بتändêشن كان فيه تجاهل تام للموضوع ده فالناس مهتموش والرجل بيذكر في الكتاب ان كان فيه البرزنتيشن اللي بعده اثارت جدال كبير وكانت بتتكلم عن حاجة اسمها بلمونري أدو أدنوماتوزيس ولا مش عايف ايه اللي هو مرض بيجي للخرفان لما بتتعرض لحاجة كده خرفية هي لأثارت جدل ونقاش واهتمام الناس في المؤتمر ده ودي حاجة طبعا ايرونيك يعني في بريطانيا في الوقت اللي كان ويندر و جراهام بيعملوا الستادي دي في نفس الوقت كان احد اسمه دول وهيل هيل ده واحد من الناس الابديميولوجيست المشهورين جدا اللي هنبدأ نتكلم عليه في البرزنتيشن بتاعتنا يعني هما اتنين فريق دلوقتي ويندر ده في امريكا وهيل ده في بريطانيا هو كان واحد من الناس تقريبا في المؤتمر اللي اتكلمنا عليه في اول البرزنتيشن وكان فكر يعمل دراسة شبيهة للدراسة اللي كانت معمولة في امريكا وهو المكتب اللي هو هنا بيقارنوا المكتب اللي كان بيشتغل فيه بمكتب تاني اللي فيه الناس اللي هو لاندل سكولوف تروبيكال ميديسين اللي فيه الناس اللي اكتشفت العلاقة السبب بتاع الميلاريا وعلاقة النموس والموسكيتو بالميلاريا والساند فلاي بالبلاك فيفا يعني عاجل بيشرح في كتاب الفرق دي ناس عارفت تثبت ناس بتاعت الابيديميولوجي عارفت تثبت ان فيه حاجة بتسبب حاجة بطريقة قطعة وهيل ده يعني الوقت في تحدي انه يثبت ان فيه حاجة لاها علاقة بحاجة بطريقة تانية ودي ده تحدي شوية لان الانفكشوس ديزيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز وععفين ان فيه كارير حد يشيل الحاجة دي يعني بتعرف تتتبع المرض وهو بيحصل يعني تعرف تعزل السبب تعرف تحلل الكارير تعرف تمشي ورا السبب وتتتبعه انما في الحاجات الكرونيك نون انفكشيوز ديزيز زي الكنسر والدابيتيس الموضوع معقد فده كان يعني تحدي كبير لهيل انه يثبت علاقة سببية ما بين حاجة زي التدخين واللانج كانسر مفيش حاجة يعرف يعزلها مفيش كارير يعني هيثبت ده ازاي فهيل دول وهيل عملوا جابوا عينين عندهم لانج كانسر وعينين ادميتد يعني ده عينين برضو تحجزوا في مستشفيات وعملون لهم كنترول يعني عينين عندهم لانج كانسر وعينين دانين ما عندهمش لانج كانسر حاجة مشابه جدا للستدي اللي اتعملت في امريكا دول هنا بيقول ان دول ذات نفسه ما كانش متخيل ان التدخين هو سبب اللانج كانسر يعني هو نفسه ما كانش متخيل فهو لما جاء جابل احط لهم كوشيناير عشان يسألهم اسئلة عن ايه اللي حصل فات وايه ممكن يكون السبب في اللانج كانسر اللي جالهم ده حط اسئلة بقى عن حاجات خرافية بقى هل انت كنت قريب من جاسورك ام كنت بتاكل سمك مائل كتير بتحب اني نوع بيكون اني نوع سجوء انهي مش عارف هام فور دينر وبعد كده ايه حط اسئلة التدخين ايه في نص الكوستشنير بتاعه ده ودي حاجة مفيدة برضو علشان اللي هو الناس ما تبقاش بايست شوية في الرد ما يبقاش الموضوع كله مركز على التدخين فيبقوا فكرو في التدخين اكتر لما يكون عندك كوستشنير في حاجة كتير وانتحاطة الحاجة اللي انت عاوزها في نص الحاجات دي دي بتقل شوية البياس يعني هو اصلا شخصيا ما كانش مقتنع فهو كان عايز يعرف ايه السبب بتاع اللان كانسر ده ايه ليه الناس العدد زادت خمساش المرة اه سنة اه في واحد ما هو تمانية واربعين قبلوا مية ستة وخمس اه خمسين اه واحد عملوا مية ستة وخمسين انترفيو وبدأوا يبصوا على النتاج بتاعتهم لقوا ان في حاجة واحدة بس واضحة هي اللي لها علاقة باللان كانسر وهي التدخين ما بين كل الاسئلة اللي سألوها دي لقوا ان في حاجة واحدة بس هي اللي العلاقة بتاعتها واضحة جدا باللان كانسر وهي السموكين وهم مكملين الانترفيوز العلاقة دي بقت اقوى يعني كل ما يزود الانترفيو يلاقوا الناس اللي عندهم لان كانسر بيجابوا في السموكينج هم يعني بيجابوا في السموكينج اكتر يعني هي عدد السموكينج في الجروب دي اكتر وان العلاقة مبين الاثنين啪تر دولو هيل الإنجليز عملوا بابلشينج في البراتيش ميديكال جورنال الإنجليزي وويندر وغرام عملوا بابلشينج في الامريكان جورنال اللي هو الجامع الجورنال في الامريكان ميديكال السوشيشيشن ودول كان أول تو ستاديز بيبينوا ان في علاقة ما بين التدخين واللان كنسر وكانت من نوع الكيس كنترول ستادي الاتنين جابوا مجموعة عندها لان كنسر مجموعة ما عندهاش لان كنسر وسألوا الناس دول وويندر وغرام سألوا الناس على التدخين ودولو هيل سألوا الناس كوششنير طويل ولو ان في علاقة قوية جدا ما بين التدخين الاتنين الاتنين جروبس ولو ان في علاقة قوية جدا ما بين التدخين واللان كنسر بس زي ما بنقول ان دي حاجة كومبليكس ومختلفة عن الانفكشنز ديزيز مفيش حاجة تدلل بنسبة 100% ان التدخين هو السبب في حدوث اللان كنسر بس احنا متأكدين ان في علاقة ما بين الاتنين بس هل هو بالفعل السبب في فرق ما بين ان انا اقول دي حاجة قدت لحاجة وان انا اقول دي حاجة مرتبطة بحاجة يعني الناس برضو اليومين دول شوية برضو احنا في زمن الكورونا دلوقتي فاليومين دول شوية بيقولوا طب ليه الاعداد في البلاد دي قليلة هل عشان كزا هل عشان كزا هل عشان كزا ده ده وبيطلعوا اسباب هل هل بلاد دي خدت الفكسين بتاع الدارن هل البلاد دي عشان عندها مالاريا هل البلاد عشان دي 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 علاقات موجودة بالفعل بس هل هي بالفعل السبب دي 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 حاجة ودي حاجة هل بالفعل ده السبب لان فيها علاقات كتير قوي قدامنا دلوقتي بس ما فيش حاجة منهم اثبتت ان هي السبب الحقيقي في الفرق ده في الاعداد وغير يكون حاجة خيالية يعني ممكن يكون لسه المرض موصلش مش عارفين فهي نفس حكاية هنا مبين السجائر و سرطان الرئة smoking و lung cancer هل بالفعل smoking هو السبب ولا هو كان بس association ال studies دي اللي هو case control study فيها الحاجة اللي بنقولها ال bias زي الحياز او systematic error او الحاجات دي هنا بيدي مثال بس انا هقول حاجتين تحت هنا لو لو انت بتسأل واحد الناس اللي عملت حوادث عمل هل كانوا بشربوا الكحوليات ولا قبل بعملوا الحادثة فانت بتسأله على حاجة في الماضي انت بتسأل الناس اللي حصلها الحادثة بالفعل فالدرايفر السواق ممكن ي over estimate او under estimate ال intoxication يعني ممكن ما يتخيلش ان هو شري بسدع اللزوم او او يقول او اقل من اللزوم او يعني هو ممكن يفتكر غلط والانترفيور كمان لو هو عارف ان مثلا الناس اللي كانت بتسأل في الجروب بتاعت هل اللي كانت بتسأل لستة من الاسئلة اللي ما بينها ال smoking لو الانترفيور عارف ان هو هنا بيدور على ال smoking كممكن يركز اكتر في الاسئلة بتاعت ال smoking ويدفع الواحد اللي هو بيقابله ان هو يجاوبه اجابة معينة ودي حاجات من الحاجات ال bias يعني ده الناس بتنسى اتقال ايه والانترفيور برضو برضو بممكن يعمل bias لان هو عارف هو بيسأل عن ايه وبيعرف بيسأل ازاي وممكن يسجل الاجابة اللي اتقالت برضو بطريقة منحازة فدي كانت مشكلتين من مشاكل ال studies اللي اتعملوا في امريكا وبريطانيا بس هل كان عنده فكرة هل كان بيقول ان انا لو عندي مجموعة من الناس السمطوم لمجموعتين مجموعة هكبرهم انهم مشربوا سجائر ومجموعة هكبرهم انهم مشربوش سجائر وتابعهم على مورس زمن اكيد النتيجة اللي هتطلع لو انا عملت المجموعات دي عشوائيا جدا اكيد النتيجة اللي هتطلع لو الناس اللي بتشرب سجائر عندها lung cancer اكتر من الناس اللي بتشربش سجائر اكيد النتيجة دي مفيش فيها ال bias اللي موجود في case control study اللي هو الحاجات اللي بنسأل قبل كده وبيعودوا في تكروا واللأ والانترفيور وكلام بس زي ما انتم شايفين بمنتهى الوضوح يعني دي مش موضوع دي مش حاجة منطقية يعني مش حاجة منطقية ان انا اجيب ناس واكبرهم انهم ما يشربوا او اكبرهم انهم مشربوش سجائر ده مش حاجة منطقية هو ده الراشنال بتاع ال randomize control trial اللي هو ده ال ideal يعني هو كان عنده الفكرة دي ان ال ideal ان انا اجيب ناس وتحكم في العامل اللي انا اا عايز ادرسه واا اوزعهم عشوائي يا شي بس حاجة زي دي ما ينفعش تتعمل فهو فكر في طريقة تانية ممكن تكون منطقية شوية ااا لان دي 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 اللي هو فكر فيه عملي كده impossible ااا اكسبرمنت يعني ايه ال next best option ايه احسن حاجة تانية ممكن يعملها ماش perfect بس next best option ايه ال now cause اتغطى المشكله بتاعك ان هو بيبص الحاجات retrospective يبص الحاجات في الماضي هو عايز يبص في المستقبل عشان يكون متحكم في الموضوع اكتر فهو عمل ايه بقى هو عايز يبص زي ما هو ما الراجل بيشرح هنا في كتاب يقول عايز يبص كده كانوا بيبص كانوا علم اجنة وبيشوف البيضة وهي بتفقس يعني عايز يشوف الحاجة وهي بتحصل غير ما يسأل ايه اللي حصل زمان هو عايز يشوف الحاجة وهي بتحصل قدامه ودي حاجة عدق طبعا ده موضوع تاني وده حد تاني حد اسمه ادموند فورد وده اللي الفكرة جات منه ده جينيتسيست في اوكسفورد ادموند فورد ده كان من الناس يعني متيمين بالنظرية التطور بتاع الدارون وكان دايما بيقعد يقول طب دلوقتي كل الاسبتات النظرية دارون موجودة على شان انشان احنا شفناها في الحفريات بنشوف الحفريات الحاجات اللي هي انقردت اااا ام ابنتبرول علي فيها وبنتخال ان الحاجات دي تطورت بالطريقة دي بس ما بنشوفش حاجة بتحصل قدامنا وبنشوفش انشان الماضي مش بمبص للحاجة بتحصل قدامنا دلوقتي اوه دي نفس الفكرة كيس كنترول ستاديز انت بتبص في الماضي بتشوف الحاجه حصلت ازاي وده حاجه مش دقيقه قوي عشان انت بي تبص في الماضي مش بتبقى متأكد اوي فا انت عايز هتحصل قدامك عشان تتأكد فورد ده عامل ايه? جاب الطلب ابطوعه وخليهم ااااااااا يروح يعلمه خشرة معينة لياه المص دي اااا يروحوا كده ويعلموا عليها بألم آم على قد ما يقدروا وبعد كده بعدها بفترة يروحوا آم يلموا شوية مص دول ويشوف اللي متعلم عليه مين واللي مش متعلم عليه مين ويشوف التغيرات لان اللي مش متعلم عليه ده يبقى الاجيال التانية يعني شي فهو بقى بدأ يعرف الفرق ما بين الجيل اللي هم حطوا عليه علامات والجيل اللي مش حطين عليه علامات اللي مش محطوط عليه علامة ده جيل جديد وبدأوا يتابعوا الفرقات اللي بتحصل ما بين الاجيال. اه وبدأوا بالفعل يشوفوا تغيرات وتطور في الاجيال بتاعة المص دي. يا شي. فمن هم هم كده قدروا يشوفوا ان فيه تطور بالفعل بيحصل مع الزمن في الكائن ده او في الحفرة دي. وبدأوا يشوفوه قدامهم. يا شي. وبدأوا يحبطوا بطريقة تانية النظرية اللي هي بتاعة التطور دي ان الكائنات بتتغير مع الوقت بالطريقة دي. وشافها بتحصل في المستقبل. مش بس تخيلها وهي بتحصل في الماضي من الحفريات. ودي جد الفكرة بتاعة الكوهورت ستادي من من الراجل ده بتاع اكسفورد. هيل خد الفكرة بتاعته. وقال بدل ما احنا بنشوف الحاجات في الماضي زي الحفريات كده. طب ما تيجي نشوف في المستقبل اللي ممكن يحصل. نجيب مجموعة من الناس ونعلمهم ونشوف هحصل لهم ايه. هو هو عمل كده بالفعل فدول وحل اه 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 ا بريطانيا بعد الحرب العالمية عملت ريجستري للدكاترا وعملت بقى الانتش اس ونظام ده بقى عندها سيستم في كل اسامي الدكاترا بتاعتها لو انا مش عارف كان اسمه جيمسي ساعتها ولا بس هو حق زي جيمسي بتاعت اليومين دول وكان عندهم لستة بستين الف اسم الدكاترا اللي شغالين في بريطانيا ماشي وكان كل ما دكتور من الدكاترا دول يتوفاه الله كان الهيئة اللي مسكة الليستة دي بتتبلغ ان الدكتور ده مات وسبب الوفاة كذا ماشي هو عنده لستة من الناس ماشي لستة من الناس هو عارفهم ولما بيموتوا بيتبلغ بسبب الوفاة فهو قال لك انا هعمل ايه بقى انا هروح لللستة دي ماشي اه وبعت تسعة وخمسين الف وستمائة جواب لكل الدكاترا اللي في اللستة دي ماشي اه وكان بيسألهم على السموكينج هابيت انتو بتدخانوا ولا لا يا بعد تسعة وخمسين الف وستمائة جواب لليستة دي ماشي واستنى بقى هو هو عمل بكوستينير صغير خمس دقيقة بس ام من التسعة وخمسين الف جاله رد واحد واربعين الف رد ودي ده رقم هايل جدا انما تبعى التسعة وخمسين يجي لك واحد واربعين الف ده حاجة هايلة جدا يعني ام وده رقم رهيب بصراحة يعني ام وقسم الناس دي الواحد واربعين الف لسموكرز ونون سموكرز مين بيدخن ومين ميدخنش وبعد كده كل مرة حد بيموت من الدكاترا يكلم الريجسترار اه ويسأله على سبب الوفاة ماشي فهو دلوقتي اي حد يموت من الواحد واربعين الف دول كان بيسأل على سبب الوفاة بتاعه وكان بيبص كان اهتمامه هنا الوفاة بسرطان فراء لانج كنسر اه وكان بيشوف الناس اللي ماتت بلانج كنسر دول هل هما في مجموعة السموكرز ولا في مجموعة النون سموكرز ايشي فهو ده كانت فكرته انا هستنى لما حد يموت ولو حد مات بلانج كنسر هروح اشوف ده كان بيدخن ولا لا اللي حصل اه في تسعة وعشرين شهر ماشي اه حصل سبعمية تسعة وتمانين وفاة ماشي ستة وتلاتين منهم ماتوا بلانج كنسر يعني هو جاله ستة وتلاتين واحد من السبعمية تسعة وتمانين وفاة ماتوا بلانج كنسر ماشي الستة وتلاتين دول كانوا في المجموعة اللي بتدخن كل الستة وتلاتين كل الستة وتلاتين ماتوا في المجموعة اللي بتدخن ففا يعني النتيجة دي كانت سيدنيفكنت بطريقة ان هي خلتهم ما اعملوش ستستيكال اناليسيز وحاجات من دي الموضوع واضح وضوح الشمس كل اللي ماتوا في الفترة دي بلانج كنسر كانوا بيدخنوا وكلام ده حصل قدامك انت بدأت الستودي وجهزتها وكلام ده بيحصل قدامك فدي حاجة دليل اقوى بكتير قوي من الادلة اللي كانت حصلت في الكيس كنترول ستادي كان في فكرة تانية حد اسم كوكس كان يعمل بيقولك انك عشان تقول ان ده السبب بتاع ده ودي في الغالب حاجة بتنطبق على الانفكشوس ديزيز كنا تكلمنا على الكنسب ده لازم يكون فيه الاحاجات دي لها علاقة ببعض زي ما احنا اسبتنا الوقتي ان التدخين له علاقة باللانج كنسر ولازم يبقى فيه وفيه ودي حاجة مش منطقية شوية مع التدخين دي حاجة منطقية شوية مع المالاريا تقدر تايزولات الاورجانيزم اه منطقية شوية مع الكورونا تقدر تايزولات الفيروس اه ويحصل يعني الدورة التعاد تاني انت الحاجات دي ما تقدرش تعملها في حاجة كنسر بستقدر تعملها في الانفكشوس ديزيز وده كان تعريف كوز عشان تقول ده سبب ده لازم يكون فيه تحقق التلات شروط دول اه بس هيل بصراحة جاء قال ان الموضوع ده مش منطقي في الحاجات الكمبليكس زي الكنسر الحاجات دي تنفع في الحاجات ما تنفعش في الحاجات الكمبليكس زي الكنسر وجاء بال بالاحاجات اللي هو اللي هي ممكن تدلل على السببية اه رازدا العلاقة بين حاجات يعني انا ممكن اقول الحاجات دي بتسبب كزا اه اكتر من هي بس لها علاقة بكزا باللستة اللي هو جابها دي ان العلاقة قوية اه تيزي سترونج وفي المثال بتاعنا بتاع لان كنسر اه الكنسر ونيرلي فايف او تين فولد ان سموكرز في الستوديز اللي اللي عملوها خمس او عاشر مرات اكتر في المجموعة بتاعت السموكر تيزيز او كونسستنت اه بينفع يبقى ريبريديوسبل يعني دول و هيل عملوه اه واندر و جراهام عملوه اه ولو عدت الاستودي دي مئة الف مرة هتطلع نفس النتيجة اتوز سبيسيفيك اه التوباكولينج للان كنسر اه 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 ومعروف انك انت الناس بتدخم في الرئة فتدخين متعلق بالرئة يعني هو الدخان بيدخل في الرئة فهو سبب تكنسر في الرئة اه شي اتوز تيمبرل ام يعني كل من الواحد دخن اكتر كل ما يدخنه كل ما تزيد اه توز بلوصيبول اه في ميكانيستيك لينك يعني فهي منطقي تقدره 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 منطقية فيه تدعم فيه ناس عرضوا جلد فران للنيكوتين و مش عارف ايه وشافه كنسر بيجي فيها دي يعني تقدر تعملها بالتجربة وهي بيييييه بطريقة يعمل نفس الحاجات بطريقة مشابهة في مواقف تانية يعني هو بيسبب برضو سرطان الشفة و سرطان الحلق واللسان والمريء فهو بيسبب الحاجات التانية دي. ودي كانت لستة الحاجات اللي قالها هل اللي هي تفرق ما بين والكورولاشن. ودي حاجة دلوقتي برضو برضو تاني هاعمل اسقاط على اللي بيحصل لمن دول بتفرق ما بين العلاقة اللي بنلاقيها ما بين دول برضو جا فيها الكورونا دول مجالهاش كورونا وما بين هل ده السبب ولا لأ في فرق ما بين ان في علاقة ايوة في علاقة بس هل هي السبب ولا لا ما نعرفش لازم دي يتثبت بتجارب علمية زي التجارب اللي عملها هيل واللي عملها ويندر واللي الناس دي عملتها علشان تثبت ان كان بالفعل بالدليل القاطع في الوقت ده ان كان فيه علاقة ما بين التدخين وسرطان الله ده اللينك هبحطه لكم في 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 بتاع الفيديو ده كتاب زريف جدا هو كتاب كبير جدا بس كتاب زريف جدا بيقول يعني بتفاصيل كتير وقصص زريفة التاريخ بتاع السرطانات كلها اتمنى يكون الفيديو مفيد واتمنى تنشروا الفيديو وتعملوا شير لو شايفينه مفيد لازم يقول لكم الفيديو ده زي ما انتم شايفين انتم ممكن تسمعوه مش لازم تشوفوا السلايدز او ممكن تشغلوه انتم بتعملوا حاجة اعملوا سبسكرايب في القناة لو شايفينها مفيدة في فيديوهات تانية في القناة في بلاي لست في حاجات كتير عن الجورنال كلاب والريسيرش والتيبس وفستوديز انا حبيتها ده بديش معاكم النهاردة شوية بقصة حقيقية واقعية عن ازاي الاستاديس دي تعاملت وازاي سهمت في تقدم العلم يعني واني بيه في حاجات بقت يعني اساسية متشكر لكم جدا ومن تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتعملوا شير للفيديو لو عجبكو شكرا لكم وشكوا في فيديوهات تانية ان شاء الله اشتركوا في القناة